بعد أشهر من التوتر إثرى الانقلاب العسكري في يوليو الماضي الذي يطاح بالرئيس النيجري محمد بازوم المقرب من فرنسا قررت باريس أخيراً إغلاق سفارتها في النيجر القرار الفرنسي بحسب مصادر ديبلوماسية جاء بعد إعلام باريس بأن طاقم السفارة لم يعد قادراً على العمل بشكل طبيعي أو تأدية مهامه المصدر أوضح أن البعثة الفرنسية في النيجر شرعت في إجراءات صرف وتعويض الموظفين المحليين إغلاق السفارة الفرنسية جاء بعد إعلان يامي في الثاني عشر من ديسمبر الجاري بموجب مغادرة كل الجنود الفرنسيين المنتشرين على أراضيها بحلول اليوم المصادر أضافت أن قرار فرنسا بإغلاق سفارتها بالنيجر عززه الهجوم الذي تعرضت له في الثلاثين من يوليو الماضي أيضاً بعد التضييق في محيط مقر السفارة من قبل قوات النيجر ما دفع بترحيل الجزء الأساسي من الجهاز الدبلوماسي يشار إلى أن المجلس العسكرية في النيجر قرر في أغسطس الماضي طرد السفير الفرنسي في البلاد رداً على تصرفات فرنسا التي قال إنها تتعارض مع مصالح النيجر ومنحه 48 ساعة لمغادرة البلاد قبل أيام أعلن المجلس العسكري في النيجر أن عملية تفكي الارتباط مع فرنسا التي بدأت في أكتوبر الماضي تسير بطريقة منصقة وآمنة رغم ذلك لأن رئيس وزراء النيجر الذي عينه النظام العسكري قال إن بلاده لم تطلب من فرنسا سحب قوتها من البلاد أوضح أيضاً أن باريس اتخذت قراراً بإنهاء تعاونية العسكري في اللحظة التي كانت النيجر بحاجة لها لمكافحة الإرهاب ترجمة نانسي قنقر